العهد القديم كله بيتكلم عن حاجة واحدة يمكن بعض الناس استغرب عن العهد القديم في موضوعات كتيرة بس الحاجة الأساسية والجوهرية في العهد القديم هو إشارة إلى المسيح الذي يأتي ويتألم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم والعهد الجديد كله بيقول أن اللي قاله العهد القديم ده حصل أنه قد جاء وتألم وصلب ومات وفي اليوم الثالث يقوم لكن المشكلة أن للصليب أعداء وأهم عدو للصليب هو الشيطان لأن الشيطان هو اللي يرافض الصليب لأن في الصليب خلاص البشر والشيطان اسمه المهلك الشيطان جاء ليسرق ويزبح ويهلك عشان كده مهم جدا جدا أننا جبل ما نتكلم عن الأفكار الخطيئة نعرف من هم أعداء الصليب فهنا بيقول الكتاب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص فالشيطان هو العادل الأول للصليب وخاصة لما نشوف ده في تجربة المسيح على الجبل هنلاقي الكلام ده في إنجيل لوقة أصحاح أربعة لو رحنا للإنجيل بحسب القدس أصحاح أربعة هنلاقي الشيطان بيجرب الرب يسوع المسيح أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من روح القدس وكان يقطاد بالروح في البرية أربعين يوما يجرب من إبليس ولم يأكل شيئا المهم إبليس قال له أول حاجة إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا طيب إيه هدف إبليس هنا كان فيه تصورات عند اليهود للمسيح اللي جاي وهنا الكارسة جاسيس نزار التوقعات والتصورات دي بتدمر أي شيء فالتوقعات بتاعتهم إن المسيح لما هيجي هيعمل رخاء اقتصادي ورخاء سياسي بحسب التقليد اليهودي بحسب الفكرة اليهودي فهيجي حررهم من الرومان وهيجي يخلي رخاء اقتصادي فهتطلع في كل مكان تلاقي الأكل وهنا الفكرة هنا إن ما يبقاش فيه جوع فلو المسيح عمل اللي قاله الشيطان يبقى اليهود مش هيتآمروا على المسيح ويصلوا بالمسية ويبقى كده الشيطان ناجح في إبعاد المسيح عن الصليب والتجربة التالتة في نفس الحكاية في نفس الإطار أنا مش عايز أطول لكن في التلات تجارب الشيطان كل الفكرة عايز يبعد المسيح عن الصليب بس كان جواب المسيح اذهب عني يا شيطان اللي هو نفس الجواب اللي قاله البطرس بيك يا شيطان فهنا نفس الحكاية إذن أي شخص يرفض الصليب هو يدبع عقيدة شيطانية عرف وانت بتتكلم يعني الرب جاب لذاكرتي آية بولس الرسول بيتكلم عن أصدقائه اللي كانوا بيخدموا معاه فبقول لأن كثيرين في فليبي صحاح 3 آية 18 لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزهم يعني دولا كانوا المفروض يخدموا مع بولوس لسبب ما بتعدوا فبيسميهم أعداء الصليب بالزبط عشان كده أنا بقول أني لأن الشيطان عدو الصليب يعني مثلا المسيح يتكلم عن الشيطان أنه هو كذاب وأبو كل كذاب نعم إذن كل كاذب وكل كذاب هو ابن للشيطان فإذا كان الشيطان هو عدو العدو الأول للصليب فإذن كل من هو عدو للصليب هو يدبع الشيطان هو يدبع عقيدة شيطانية ترجمة نانسي قنقر